لم يعد توزيع المساعدات بمختلف أشكالها وأسمائها مشهدا غريبا في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين فلا يفوت الهلال الأحمر الإماراتي فرصة أو مناسبة إلا ويسارع للتواجد وسط اللاجئين وحولهم كما هو الحال اليوم مع توزيع كسوة عيد الفطر السعيد على اللاجئين الذين ينتظرون هذه المبادرات الإنسانية بكل شوق وآمل الحمد لله الله يزيه للغير وينفقهم ويرحم الشيخ زايد وينفق أولادهم من بعد الشيخ زايد الحمد لله رب العالمين فرحوا الأطفال بكسوة العيد ومبلغ مالي الله يزيهم الخير ويعمر بلادهم إن شاء الله ويكثر خيرهم قيادة فريق الإغاثة في المخيم ومتطوع الهلال الأحمر حارصوا على زرع الفرحة والسرور في نفوس اللاجئين السوريين من سكان المخيم لاستقبال أيام العيد بكل بهجة زكاة الفطر هي سنة ونحن نعمل على تنفيذها بالنسبة للتوزيع كسوة العيد هذا شيء متبع في كل الأعياد وتنفيذ التوجيهات للقيادة الرشيدة والهلال الأحمر لزرع الابتسامة والفرحة في الأيام المبروكة وكل عام وانتوا بخير والله يعيد علينا بخير وسهالة وتشمل كسوة العيد المقدمة من الهلال الأحمر ملابس جديدة للكبار والصغار إضافة إلى عيدية نقدية لأرباب الأسر في المخيم بكسوة العيد وزكاة الفطرية اختتم الهلال الأحمر برامجه الرمضانية ليواصل عمله الإغاثي المعتاد داخل المخيم وخارجه على مدار العام من المخيم الإماراتي الأردني بريجي بلفود لقنواتي أبوظبي حازم الخطايبة